مرحب بكم في هذه النشرة من تلفزيون الكوت أكدت الحكومة اليوم أن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادية حصلت على دعم كامل من القيادة السياسية وأنها باتت نافذة الفعل منذ أن صدق عليها مجلس الوزراء الحكومة أعربت على لسان وزير المالية عن سعادتها بالأراء التي قدمها نواب والجهات الاقتصادية التي حضرت اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم لإبداء الملاحظات والأراء حول الوثيقة والتي طالبت حسب الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ برامج الوثيقة ووضع آليات التنفيذ اللازمة لتحويل برامجها إلى واقع ملموس وقال الوزير الصالح أن الوثيقة ليست ردة فعل نتيجة لتراجع سعر النفط بل جزء من رؤية أشمل تستهدف تحقيق النقلة النوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل وجاءت تصريحات الوزير الصالح اليوم بالتزامن مع إعلان شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل نفطي كبير غربي البلاد سيسهم في إثراء الاحتياطية النفطي الكويتي وتمكن البلاد من الاستمرار في إنتاج النفط الخام لعقود عديدة مقبلة أعلنت شركة نفط الكويت اليوم اكتشاف حقل النفطي جديد في منطقة الجثاثين الواقعة غرب الكويت ومن المنتظر أن يشكل إضافة مهمة لطاقة الشركة الإنتاجية والاحتياط الدولة من النفط الخفيف والغاز وقال الرئيس التنفيذي للشركة جمال جعفر إن الشركة تتزف للشعب الكويتي بشر اكتشاف حقل جثاثي الألف للنفط الخفيف في طبقة المرات الجراسية مؤكدا أن النتائج الأولية مشجعة جدا وذات جدوى اقتصادية كبيرة وضف جعفر أن فرق الشركة المختصة تعمل حاليا على إنجاز الاختبارات الرئيسية للحقل الذي يقع إلى الشمال الغربي من حقل المناقش متوقعا أن تتضاعف كميات النفط والغاز المتدفقة منه بعد إتمام هذه الاختبارات وكد جعفر أن الحقل المذكور يفتح آفاقا جديدة أمام العمليات النفطية في منطقة غرب الكويت ويضيف إليها مناطق إنتاج واسعة لافتا إلى أن ذلك سيسهم في إثراء الاحتياطي النفطي الكويتي وتمكين البلاد من الاستمرار في إنتاج النفط الخام لعقود عديدة مقبلة وأشار إلى أن الشركة تسير بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2030 الساعية إلى تعزيز مكانة الكويت العالمية كدولة رئيسية منتجة للنفط مع الحرص على تأمين ودعم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية